اهلا بكم من جديد والبداية من الشأن المحلي حيث اعلن وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس ادارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل بن محمد حميدان جاهزية الهيئة لإطلاق مشروع تراخيص العمل المرن والذي سيسهم في إعادة تنظيم سوق العمل بوضع الأطر الحديثة لمعالجة مشكلة العمالة غير النظامية جاء ذلك خلال تفاقد حميدان فرع هيئة تنظيم سوق العمل في منطقة سترة الصناعية حيث اطلع على آخر الاستعدادات لبدء تشغيله من خلال تجهيز كافة مرافق هذا الفرع واكد الوزير ان الهيئة استكملت كافة استعداداتها المتعلقة باطلاق تصريح العمل الذي يمكن العامل الوافد غير النظام من تصحيح وضعه ويمكنه من العمل المؤقت لدى اي صاحب عمل مشيرا الى الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال الرغبين في الاستفادة من النظام بفرع الهيئة بمنطقة سترة بدءا من الثالث والعشر من يوليو الجاري بحضور كل من وزير صناعة وتجارة والسياحة الوزير المسؤول عن بورصة البحرين زايد بن راشد أزياني ومحافظي مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج افتتحت بورصة البحرين رسميا شركة البحرين للمقاصة التفاصيل في التقرير التالي في حدث نوعيا بتاريخ قطاع رأس المال في المملكة اطلقت بورصة البحرين شركة البحرين للمقاصة برأس مال مصرح به خمسة ملايين دينار ورأس مال منفوع قدره مليون دينار خطوة من شأنها ان تعزز من ثقة المستثمرين في مكونات القطاع المالي وبنيته التشريعية والفنية والتقنية اولا نحن اليوم مسعيدين باتمام منظومة بورصة البحرين البورصة كانت تفتقد شركة للمقاصة واليوم الحمد لله بوجود شركة البحرين للمقاصة اكتملت المنظومة وبإمكان اليوم نقول ان البورصة اصبحت مؤمنة اكثر للمستثمرين احنا اخترنا احسن بيوت الخبرة بيت خبرة بريطاني لمساعدة البورصة في تأسيس الشركة وشركة معروفة عالميا توماس ميري ساعدونا في وضع النظام الاساسي وفي اعطاء التصورات المستقبلية للشركة من جميع الجوانب ووضع اللبنات الاساسي للشركة تأسيس شركة البحرين للمقاصة هو انتهاء رسمي من مرحلة فصل مهام ومسؤوليات وخدمات التقاص والتسوية والحفظ المركزي من البورصة والطلاع شركة المقاصة بها بشكل مستقل إداريا وفنيا بما يعنيه ذلك من مرونة على تطوير الخدمات الحالية واستحداث خدمات اخرى وتقديمها لعملاء الشركة بما يتوافق مع احدث المعايير الدولية المعتمدة من ناحية المستثمرين راح ان شاء الله تكون في خدمات مخصصة للمستثمرين منها مثلا ارباح الشركات راح تروح في حسابك مباشرة بدل الشيكات الشركات ايضا في الجماعات العمومية ما يحتاج حضورك الجميع العمومية يكون في اي فوتينغ أو تصويت اكتروني وامور اخرى يعني كثيرة ان شاء الله راح تجي وكلها راح ان شاء الله تنحصر خلال سنتين توقعنا ان جميع المشاريع اللي موجودة في خطة العمل راح يتم تطبيقها في الوقت القريب الاقتراض في الاوراق المالية short selling, stock lending and borrowing هذه الامور توقع من اهم الاشياء اللي راح يكلها تأثير مباشرة على السوق لكن لا ننسى ان نظرة البورصة ليس فقط تنشيط السوق نظرتها ال quality of service او جودة الخدمات اللي نقدمها لعملاء البورصة بموجب الترخيص الممنوح لها من مصرف البحرين المركزي سيكون لشركة البحرين للمقاصة مساهماتنا بالغة الاهمية في رفع تصنيف قطاع رأس المال في المملكة من قبل مؤسسات التصنيف المعنية بتقييم المناخ الاستثماري في الدول بما سيكون له اكبر الاثر في تحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات من اجل اغتنام الفرص المتوفرة في سوق المال المحلية والان نتابعوا اياكم اسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نتابعوا اياكم مشاهدين اغلاقات البورصات الخليجية لنهاية تداولات اليوم حيث كانت اغلب الاغلاقات في المنطقة الخضراء ويعود ذلك في الغالب الى الاعلانات الاجابية للأداء نصف سنوي للشركات والقطاعات المدرجة في البورصات الخليجية نتابع سوق المالية السعودية التي كانت بخلاف الغالبية لسواق الخليجية فقد سجلت تراجعا بنسبة 18 نقطة مئوية واغلقت عند مستوى 7288 نقطة وفي الاتجاه نفسه اغلقت بورصة الكويت في المنطقة الحمراء بتراجع نسبته 0.12 نقطة مئوية وعلى عكس ذلك سجلت اسواق الامارات ابو ظبي ودبي ارتفاعات تراوحت بين 1.14% و0.82% مدعوما بنشاط اسهم قطاعات البنوك والطاقة وايضا الاتصالات اما البورصة العاصمة العمانية مسقط سجلت ارتفاعا ايضا بنسبة بسيطة بلغت 20 النقطة المئوية بسبب الارتفاع القوي في القطاع المالي والصناعة لكن بالرغم من ذلك مشاهدين البورصة العمانية حاليا تعاد في اقل نقطة لها خلال هذا العام بالنسبة لبورصتنا المحلية مشاهدين فقد اغفر المؤشر العام باللون الاخضر عند مستوى 1.315 نقطة بارتفاع نسبته 0.10% بسبب الدعم الكبير من ارتفاع القطاع المالي وقد تداول المستثمرون مشاهدين في بورصة البحرين مليون وتسعمائة وخمسة وثمانين الف سهم تقريبا من قيمة اجمالية قدرها ستة الاف وتسعة أو ستمائة وتسعة الاف دينار تم تنفيذها من خلال خمس وستين صفقة وركز المستثمرون في تعاملاتهم على اسهم قطاع البنوك التجارية الذي بلغت قيمة اسهمه من نسبته ثمانية وستون بالمئة من قيمة الاجمالية للأوراق المالية المتداولة توقعت وحدة الابحاث التابعة لمجالة ديكونامست استمرار العقوبات الخليجية على قطر لفترة طويلة والتي سيكون لها تداعيات على الاقتصاد القطري وذكر تقرير أن الاقتصاد القطري ستكبد خسائر فادحة إذا استمرت المقاطعة الخليجية ونصح تقرير الشركات الأجنبية في قطر بضرورة التدقيق في سلامة ملفات شركائها داخل قطر خلال الفترة القادمة مع البحث عن قنوات توزيع جديدة بالرغم من تكلفتها العالية وتجنب الاعتماد على التمويل المحلي في حال تفاقمة العقوبات كما نصح تقرير الشركات الأجنبية بالتحوط من سعر صرف الريال القطري تحسبا من التدبد بالمتوقع للريال مع استمرار المقاطعة وورد في التقرير أيضا إقرار العديد من المؤسسات المالية برفض التعامل مع الريال القطري يدرس البنك المركزي الأوروبي مراجعة بعض أصحاب الحصص في دويشا بنك الألماني وذكرت رويترز أن المركزي الأوروبي الذي ينظم العمل المصرفي في دول الاتحاد الأوروبي ربما يجري بما يسمى بالتدقيق في إجراءات الملكية والسيطرة على نصيب كل من قطر والصين التي تملك كل منهما حصة تقل عن 10% في دويشا بنك الألماني وغالبا ما يجري هذا النوع من التحقيقات إذا تجاوزت حصة مستثمر أجنبي ما 10% من أسهم البنك أو إذا أصبح له تأثير على إدارة البنك ترجمة نانسي قنقر